مشاهدين الكرام مواجهات وربما مشهد أمني جديد على الولايات المتحدة الأمريكية أيضا رقم كما ذكره ضيفيا الكريم أستاذ عمرو جوهر بأننا نتحدث عن من 30 ألف إلى 40 ألف من أنصار دونالد ترامب كانوا موجودين خلال هذا المشهد والاشتباكات التي تابعناها على الشاشات منذ قليل التي وصلت ربما إلى ضرب من الشرطة الأمريكية أو حتى الآن لم يتم تحديده ولكن هناك شخص تم ضربه بأنار من المدنيين خلال هذا الاقتحام لمبنى الكونغرس الأمريكي كما ذكرت أيضا الشرطة الأمريكية خلال مؤتمرها الصحفية الذي عقدته منذ قليل الشرطة واشنطن على وجه الخصوص ذكرت أنه لا أحد من المحتجزين من داخل العاصمة واشنطن وربما هذا يدعم فكرة أن كل من قاموا أو معظم أو الغالبية العظمى لمن قاموا باقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي ومن يسمون أنفسهم من أنصار دونالد ترامب هم من خارج واشنطن طيب المزيد نذهب لنيويورك مع ياسر نور دين مرسل أكستر نيوز يطلعنا على أي مستجدات ياسر إليك الكلمة أهلا بك لما وبالسادة المشاهدين الأجواء ساخنة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هنا في نيويورك الأجواء فقط متابعة للأحداث في واشنطن العاصمة بؤرة الأحداث ولكن الأنباء الجديدة في هذا الأمر أن حظر التجوال بدأ في واشنطن ولكن امتد أيضا الآن إلى فيرجينيا يعني فيرجينيا الآن هناك حظر التجوال امتد إلى فيرجينيا أحدثك الآن لما من ميدان تايمز سكوير هذا الميدان الذي يعني رغبت أن أظهر من خلاله حيث أن المظاهرات أو أي تحركات للمواطنين هنا تأتي من هذا الميدان أو ميدان تايمز سكوير أيضا كان هناك أنباء عن الصعيدة من الدخان البسيطة خرجت من الكونجرس ولكن بالتحقيق والبحث عنها لم يجدوا أي شيء وراء هذه الأدخنة ليس هناك حريق يعني كما يبدو الأمور الشعب الأمريكي الآن ينتظر هناك الأنباء بتقول أيضا بأن الصحفة الأمريكية جميعها قامت ببث مباشر والقنوات التلفزيونية قامت ببث مباشر لتصوير الأمر الذي يعني قام المتظاهرين بالاقتحام وهو شيء أخجل كثيرا المسؤولين والمواطنين هنا في أمريكا وأيضا الاقتحامات والتصوير السلفي لبعضهم البعض وأيضا كسر نوافذ الكونجرس الأمريكي كلها أشياء أخجلت الأمريكيين وجعل دونالد ترامب الأمريكيين اليوم في موقف محرج للغاية الآن هناك أنباء عن ترتيب الأجواء حول الكونجرس الأمريكي وإعادة السيناتورز داخل الكونجرس لفرز الأصوات مرة ثانية ولكن هذه الأنباء لم نتحقق منها ولكن الأمور ما زالت ملتهبة هنا الجميع أمام الشاشات التلفزيون المواطنين جميعا أمام الشاشات يتابعون هذا الأمر شيء آخر لما المواطنين هنا في نيورك يتحدثون بأن هذا الأمر يعني كنت قد تكلمت مع أحد المواطنين وقال أن دونالد ترامب يعني هذه الولاية ولاية نيورك هي ولاية ديمقراطية كما تعلمين قال ترامب ما يفعله هو يسيء ليس فقط لنفسه ولكن يسيء أيضا لوجه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو ما تم أيضا تحدثت مع سيدة أخرى قالت لي بأن ما يحدث اليوم هو شيء طبيعي للغاية وعندما اندهشت من إجابة السيدة قالت لي بأن بالفعل ما قدم عليه دونالد ترامب في الأسابيع الماضية وفكرة التزوير وفكرة يعني القاء التهم على الحزب الديمقراطي بأنه قد سرق الانتخابات كان يعني يتوقع الأمريكيون هنا في أمريكا يعني هذا الأمر وهذه المناوشات ولكن السيطرة والحرص الوطني عندما نزل بكسرة حول الكونجرس وفي الشوارع المحيطة قد يعني ملك زمام الأمور ولكن في الساعات القادمة لا أعتقد بعد حظر التجوال في واشنطن وفرجينيا أنه سيكون هناك أي مناوشات حظر التجوال عندما ينفذ لما يكون تنفيذه بشكل يعني صارم للغاية ولكن يعني ننتظر هل سيكون هذا اليوم أو غدا تنصيب جو بايدن أو الإقرار بأنه هو الرئيس المنتخب القادم للولايات المتحدة الأمريكية على الرغم بأن المؤشرات جميعها من أرقام ومن أنباء بتقول أنه الرئيس القادم ولكن يتبقى هذا الشكل الذي يقول عنه السياسيين أنه شكل لا بد منه هو شكل رمزي بأن يقوم نائب الرئيس مايك بينس في هذا الأمر بالإقرار ويعني يتلو الأرقام من كل ولاية أيضا هناك نبأ مهم للغاية لما وهو أن مايك بينس قد تخلى كما تقول هنا الصحف قد تخلى عن الرئيس ترامب في هذا الأمر عندما يعني غازله دونالد ترامب في لقائه في جورجيا بأنه قال عنه أنه رجل وطني وسوف ينتصر للديمقراطية ولكن بينس يعني في النهاية قال أنه أقسم على الولاء للولايات المتحدة الأمريكية وما يراه مناسبا في هذا الأمر سوف يقوله وسوف يتلوه من خلال الأصوات التي سوف تعلن وهذه إشارة واضحة أنه لن يرضخ إلى المغازلة التي غازله بها دونالد ترامب الجميع الآن في خجل مما أقدم عليه هؤلاء المتظاهرين وهؤلاء المشاغبين كما أسمتهم حتى كلمة الغوغاء ذكرت في CNN عن هؤلاء المحتجين أمام الكونجرس الأمريكي وفي الشوارع المحيطة بالكونجرس الأمريكي ياسر بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات ياسر نور الدين طبعا زملنا ومرسل أكستر نيوز من نيويورك وطبعا إلى جانب كل هذه المعلومات التي ذكرها ياسر عن الأوضاع وربما أيضا تحدث عن الحذر الذي تم إقراره في وسط كل ما كان يحدث منذ ساعة أو أكثر أمام الكابتل وأيضا من هجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي أيضا أستاذ عمر جوهر الكاثب الصحفي من واشنطن كان تحدث عن غلق جميع مداخل ومخارج واشنطن العاصمة لحين طبعا الانتهاء من ما يحدث في واشنطن من منوشات أو مواجهات مسلحة هل ياسر مازال معنا؟ نعم نعم معك ياسر كيف هي الأوضاع في نيويورك؟ هل هناك أي حديث عن ما حدث؟ هل هناك أي مظاهر غير اعتيادية في نيويورك؟ ربما لما وراء ما حدث في واشنطن أمن الموضوع أو المشهد مختلف؟ المشهد مختلف يعني كما قلت لما أنني متواجد الآن في أحد الميادين الهامة للغاية أنا في ميدان تايمز سكوير عفوا ميدان يونيون سكوير هذا الميدان إذا كانت هناك أي مظاهرة بتبدأ بنسبة كبيرة من هذا الميدان أو ميدان تايمز سكوير الأمور هادئة الفيروس كورونا لما قد أنهك الأمريكيين الحالات الكبيرة ووصول الأعداد إلى 21 مليون إصابة منذ بداية الجائحة الأمريكيين مشغولون بذلك البطالة أنهكت هذا الشعب فقط هم يتابعون الأمور عن كتب من خلال شاشات التلفزيون ويتابعون الأحداث ربما في وقت متأخر ولا أعتقد ذلك ولكن ربما نتابع نحن متواجدون الآن أتنقل بين هذا الميدان والميدان الآخر وأتابع جميع الأخبار ليس هناك أي خروج للمواطنين حيث أيضا أن برودة الجو وكما قلت أيضا البطالة منذ أشهر الشعب الأمريكي في جميع الولايات يعاني من البطالة ولكن دونالد ترامب مصر بإصرار غريب على وضعه ويحاول استغلال هذا الأمر نيوركي هادئة الآن ونتمنى لها هذا الهدوء ولا نتمنى أن يكون هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة تذكرين معي لما عندما أيضا قد رصدنا حتى في هذا الميدان وحول هذا الميدان وحول هذه الشوارع كيف كانت الأبنية والبنوك والشركات المواجهة للشوارع كيف أغلقت منذ سابيع بألواح خشبية خشية الهجوم كان شيء يعني مخيف وشيء مزعج للغاية وهذه المدينة التي اكتوت بنار كما يقولون كورونا وفيروس كورونا يعني كانت مدينة جميلة للغاية ولكنها تبدل الأمر بشكل مزعج والألواح حتى كتب عليها المحال والمطاعم كانوا يكتبون عليها أنها مفتوحة حيث يعني تعطي دلالة أنها مفتوحة بشكرك شكرا جزيلا ياسر نيور الدين من نيويورك وأكيد هيكون لنا عودة على مدار هذه التغطية لمزيد من المتابعة من الداخل الأمريكية مشاهدين الكرام في نبع عاجل من وسائل الإعلام الأمريكية أن المرأة التي ضربت ربما بأعيرة نارية خلال الاقتحام أو عمليات الاقتحام من قبل أنصار دونالد ترامب لمبنى الكونغرس الأمريكي قد توفيت منذ قليل متأثرة بهذه الإصابة